السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة علامة استفهام. لو المرة تشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوا كل فيديوهات الجديدة. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. ولو في اي سؤال سبهونا في التعليقات وانا ان شاء الله برد على كل اسئلة. كان في سؤال معنا هنشوفه دلوقتي من قناة اه ملكة في بيتي بتقوله استاذ ايمن ازاي اخفي المشتركين عندي في اليوتيوب. اه يعني مش عايزين هي مش عايزة تظهر عدد المشتركين في قناة اليوتيوب الخاصة بها. يعني ده مسلا رقم خمس تلف ماتين وواربع عشر او ايا كان الرقم هي مش عايزة تظهره. انا هنا ظاهر الرقم اللي عندي. اه يعني اللي مش حابب بيظهره دوت بيبقى مثلا الارقام بتاعته او المشتركين بتاعته قليلين. فا ما ببقاش حابب بيظهر المشتركين علشان في ناس اه لما بتخش على القناة وتلاقي عدد المشتركين قليل في القناة يعني ما بيسقوش او في محتوى القناة يعني الناس بتجير على اللي عندهم مشتركين كتير وبرضو خمس تلاف مش مش كتير يعني بس انا مش حابب اظهر الفيديوهات لان عندي برضو نسب مشاهدة مش كتير فانت لو عندك نسب المشاهدة كتير جدا والمشتركين قليلين اه ممكن تخفي تخفي العدد بتاع المشتركين وتعتمد على ان في عدد اه المشاهدات بتاعتك كتيرة فالناس تشترك في القناة لانهم مش عارفين عدد المشتركين الحقيقي فيعني دي حاجات يعني يا صابت يا خابت يعني حاجات سلاحزوا حدين انا عن نفسي ما بحبش اخفي المشتركين بس انا هجاوب طبعا على السؤال انا طبعا قفلت تطبيق اليوتيوب خالص وفتحت اليوتيوب من على اه متصفح جوجل كروم او من على ايه متصفح تاني انا تقريبا ده متصفح يو سي آآ براوسر آآ فانا هفتح من عليه علشان يبقى كن فاتح من على جهاز الكمبيوتر يعني ما تفتحش من على آآ من على اليوتيوب او من على تطبيق اليوتيوب انت هتفتح او انت هتفتحي من على اي متصفح عادي وهتعمليك اصدار سطح مكتب هنجيب اهي الصفحة الرئيسية بتاعتنا تمام وهنيجي هنا عند الصورة وهندوس عليها علشان نجيب ستوديو منشئي المحتوى ستوديو منشئي المحتوى هندوس عليها زي ما انت شايفين هيبدأ يحمل معانا الصفحة تمام اهو حمل معانا الصفحة هنجيب بقى حاجة اسمها القناة تمام ادي هنا القناة تحت المنتدى على طول كده انا دست عليها وهنجيب اخر حاجة في القناة اللي هي اعدادات متقدمة اهي يعني كده هي القناة في حاجة اسمها الحالة والميزات تحقيق الربح الاعداد التلقية العلامة التجارية اعدادات متقدمة هندوس عليها دوسنا عليها وفتح الصفحة دية زي ما انت شايفين هنختار اخر حاجة اللي هي اعداد المشتركين اهي دي كده اعداد المشتركين انا معلم على عرض عدد الاشخاص المشتركين في قناتي لو علمت على عدم عرض الاشخاص المشتركين في قناتي عملت عليها كده وعلمت عليها وعملت حفظ كده هيخفي لي العدد بتاع المشتركين وما حدش هيعرف انا عندي مشتركين قديه اه الموضوع بسيط جدا زي ما قلت لكم القناة اعدادات متقدمة هتعمل اه اخفاء المشتركين او عدم عرض عدد الاشخاص المشتركين في قناتي الموضوع بسيط جدا وبعد كده هتعمل حفظ اه يبقى كده الفيديو بتاع النهاردة خلص بتمنى يكون عجبكو ويا ريت لو في اي سؤال سهولي في التعليقات وانا هرد علي ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة